بسم الله الرحمن الرحيم الحضور الكريم الذوات العلمية أصحاب المواقع الإدارية المحترمة أبنائي الطلبة السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بدءا نهنئ أنفسنا بكم ونهنئكم على قطع مشوار العلم واقتطاف ثمرة الجهد الذي بذل من الأساتذة الأفاضل ومن الطلب العزاء ونحن نشهد هذا الحضور الكريم في هذا المكان المبارك وفي هذه الأريحية في طريقة الاحتفاء وسرورنا بأبنائنا وهم ينتقلون من مقاعد العلم إلى هذه الحياة التي تنتظرهم من العمل الدؤوب والعمل الجاد داعينا الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير الدنيا وسعادة الآخرة وأن يرينا في أبنائنا كل عزة وكرامة وأن الله تعالى يشد على ياديكم أبنائي لأن تكونوا من المساهمين في بناء هذا البلد الكريم لعلي أعرض بخدمتكم بعض الأمور على وجه السرعة نحن بدءا من الأشياء التي تسرنا واقعا وأن يشتاز أبناؤنا مراحل الدراسة وينتقلوا من عالم إلى آخر وإن كان عالم المعرف لا ينتهي وإن شاء الله تعالى الهمم تكون قوية في أن الأغلب العام يستفيد من كل بركات العلم سواء كان يتعلم في المستقبل العلم أو يتعلم بالعمل وهذا البلد الكريم لا شك يستصرخ الجميع بلا استثناء كل من عنده هذه الهمة وهذه الرغبة وهذه المحبة فالبلد يحتاجه الله تبارك وتعالى ميز الإنسان عن بقية المخلوقات بالعقل واليوم العقول هي التي تصنع وتبني الأبطان والعقل لا شك يحتاج إلى نفج لكن المقدار الثابت عن جميع العقلاء أن الإنسان مطلوب منه أن يعمل مطلوب منه أن يشتهد مطلوب منه أن يبذل ما يمكن من أجل هدف هو يرسمه والعقلاء اليوم من السهل أن يحددوا أهدافه وطالب الطالب الجامعي يمثل الشريحة المثقفة الواعية التي يمكن أن يتنافس على استثمارها الجميع ولا بأس من الإشارة هنا إلا أن وهو أن الجهود الخيرة والنوايا الصادقة التي تريد أن تبني تعتمد على شريحة الشباب المثقف والعكس كذلك أجارنا الله وإياكم أن المحاولات التي تريد أن تحطم البلدان أيضا تبدأ تعمل على شريحة الشباب فالشباب هو هذا العنصر الذي يستهدف من الجهات الخيرة والعاذ بالله من الجهات السيئة لماذا؟ لما يعرف الجميع أن هذه الشريحة المثقفة الواعدة هي لها الحصة الأكبر في التأثير وشبابنا اليوم الجامعي من موارد التأثير الذي نحن نرى فيه التأثير الإيجابي في بناء البلد ولعلنا عندما نتحدث مع أبنائنا الطلبة يمكن أن ندخل في بعض المصاديق التي تؤشر هنا وهناك من أجل ارتباط الطالب بمستوى الوعي والإدراك الطالب يعلم على أنه عندما قطع شوط المدارس الابتدائية أو المرحل الابتدائية ثم ذهب إلى المرحلة المتوسطة والعدادية والمراحل الجامعية الأولية وإن شاء الله تعالى يكمل الدراسات العليا لكنه يعلم أن هذه المستويات التي ينتقل منها أيضا قد زادته بصيرة وزادته إيمانا وزادته وعيا بالمسؤولية الملقاة عليه يعني عندما كان طالبا في الابتدائية لعله لم يكن يشعر بأهمية العلم بالشكل الذي يشعر به في المراحل الدراسية المتقدمة هناك شيء إخواني هذا الكلام لعله أيضا يوجه لأعزة الأساتذة وأيضا للطلب الأعزاء لعلم الموارد التوفيق أن تكون العلاقة بين الأستاذ والطالب علاقة مثالية والمقصود من العلاقة المثالية أن الأستاذ يبذل جهدا كبيرا في سبيل أن يعطي ما عنده من عصارة أفكاره ويجعلها لخدمة الطالب فالأستاذ يمارس دورا علميا وترباويا كثيرا في صهر شخصية الطالب وكثير من الطلاب تأثروا بأساتذتهم وانطبعت هذه الشخصية على شخصيتهم بحيث هو أصبح كنسخة أخرى من الأستاذ وما هذا إلا لتأثير الأستاذ على الطالب فلذا لا بد أخواني أن تكون هناك مسافة مقبولة مفعمة بالإحترام مفعمة بالتقدير مفعمة بال عملية الإجلال إلى الأستاذ ولا يقبل الطالب أن ترفع الفواصل بينه وبين الأستاذ بمقدار يفقد الأستاذ تأثير على الطالب وهذا الذي أبين بخدمتكم له آثار سلبية كثيرة فرق بين بقاء مسافة الحياء والإحترام والتقدير ما بين الأستاذ والطالب حتى يبقى تأثير الأستاذ على الطالب فالطالب لا يكون في مرحلة المراهقة أو مرحلة المراهقة وعنده حالة من الانفتاح بحيث يتجاوز حدود الأستاذية لأن بعض الطلب قد لا يشعر بخطورة ما يقدم عليه العلاقة الطيبة بين الأستاذ وبين الطالب هي العلاقة المشوة بالتقدير والإحترام والتأثير والطالب اليوم يكون أمانة عند الأستاذ وإذا كان أمانة لا شك أن الأستاذ يحافظ على هذه الأمانة من خلال الحفاظ على هيبة عنوان الأستاذ وهذا المعنى سينسحب أيضا على المراحل الأولية لدراستنا سواء كان في الابتدائية أو المتوسطة أو الإعدادية أنا أقول هذا بعنوان المعلم يعني عنوان العام معلم، مدرس، أستاذ، دكتور عنوان التعليم لا بد أن يبقى دائما في حالة من الاحترام وحالة من التقديس هذه الحالة أخواني على الطالب أن يجعل دائما مسافة بينه وبين الأستاذ مسافة الاحترام ومسافة التقدير ومسافة أنه يكون يصاغ من قبل الأستاذ والأستاذ كذلك لا بد أيضا أن يبقي هذا التأثير على الطالب هذه الحالة أخواني تعيدنا إلى حالة العلاقة وتنظيم العلاقة بين الأستاذ وبين الطالب وبحمد الله اليوم أنتم نحن السعداء بحضوركم وقد جاء معكم وقد جاء معكم نخبة الأساتذة رؤساء الجامعات ولا شك أنهم يفرحون بما قدموه لكم ويفرحون أيضا بأنهم رأوا جهدهم يتكلل بالنجاح في هذا الحضور الكريم من النقاط التي أحببت أن أشيرها وهو أنه بعض الطلب العزاء يسألون فيما بينهم أنه ماذا تريد من العتبة لماذا هذا الاهتمام بالطلاب أن العتبة أكيدا جندت كثير من منتسبيها ومسؤوليها وأعدوا لهذا الاحتفال منذ أكثر من شهرين ووفروا كل ما يمكن أن يوفر ثم ماذا علامة استفام قد تكون في ذهن بعض الطلاب ويبحثون عن الإجابة واقعنا يا أخواني أن أقولها بصراحة أنتم تعلمون أنتم ذخيرة هذا البلد المعول عليكم في بناء البلد وأنتم نحن لا نريد منكم شيئا شخصيا إطلاقا بل أكثركم لا نعرفهم لا نريد هذا لكن أريد منك شيئا واحدا قد سيواجهك بالمستقبل أنت اليوم جئت في مكان سيبقى محفورا في ذاكرتك لا شك أن هذه الطريقة من الاحتفال ليست طريقة مألوفة من جهة ومتاحة لكل أحد جئت بين الحرمين وزرت الحسين عليه السلام وبين الحرمين كان مفروش لك هذا الفراش ثم جئت إلى العباس عليه السلام وأيضا في باحة باب القبلة وبعض الدكاترة في العتبة ردد معكم أو رددتم معه القسم نحن واقعا أخواني نفتش عن بنات هذا البلد أنتم أمة خير وأنتم أمة يعول عليها المثل الذي سأذكره أنتم غير مبتلين به وإن شاء الله لا تبتلون به هذا المكان الذي قلنا سيبقى محفورا في ذاكرتك أريدك فقد أن تتذكره عندما يحاول البعض أن يضعفك في تهديم البلد من خلال ما يصور لك الشيء الأعوج يصور له هذا مستقيم تتذكره عندما تمد لك بعض الأياد المسمومة لتعطيك رشو من أجل تهديم هذا البلد هذا الذي أريده منك أريدك أن ترفض الباطل أريدك أن تعيش وأنت قويا وأنت قوي وأنت عزيز وأنت ملء التفاؤل اليوم أنت طالب تخرجت غدا أنت ستبني البلد لا بد أن تكون عندك ثقة بنفسك أولا وبمقدرات هذا البلد الثانية أنت الآن بحمد الله تعالى لا ينقصك شيء والزمن سرعان ما يجعلك في موقع متقدم في أي موقع إن شاء الله تعالى أن يكتبه لك لا بد أن تكون قويا لا بد أن تكون متفائلا لا بد أن تكون شجاعا لا بد أن تحب بلدك بمقدار ما أعطاك البلد لا بد أن تفكر ما هي المسؤولية الملقاة على عاتقك نعم ستقول أين فرص التعيين مثلا وأيضا أنا أقول معك هناك جهات لا بد أن تنظر إلى أبنائها نظرة الأبوة من جهة ونظرة أن توفر لها ما يمكن أن تكون عاملا مساعدا في بناء البلد نعم أنا أعظم صوتي لك لا بد أن تتوفر لكم الفرص الحقيقية حتى يظهر إلى الملأ الإبداع الذي ننتظره منكم على اختلاف مشاربكم وعلى اختلاف محافظاتكم الذي يجمعنا هو هذا البلد وهذا البلد ينظر إلى أبنائه بترقب ينظر إلى أبنائه بتفاؤل هذا الجهد الذي بذل منكم إن شاء الله تعالى يظهر أمام أهليكم وأمام بلدكم وأمام أنفسكم أنكم قادرون على أن تخدموا هذا البلد بكل ما أوتيتم من قوة في هذه الأعمار الإنسان يتفائل لكن أنا أقول لأبناء الشباب هذه الأعمار أساتذتكم مروا بها يعني الإنسان الكبير مر بالمراحل الصغيرة والإنسان العمر قليل لم يمر بالعمر فالتجربة لا بد أن تأخذ ممن تسترشدون به أمير المؤمنين عليه السلام عندما قل معناها أنه رأي الشيخ أحب إلي من وثبة الغلام بعض الناس قد عركتهم التجارب وزادتهم الدنيا خبرة استرشدوا بمن تقتنعون أنه ناصح أمين النقطة الأولى ذكرت أنتم مطمع لكل أحد لكن عليكم أن تسترشدوا بالناصح الأمين تسترشدوا بمن يريد بكم الخير اعرضوا أفكاركم على من تعتقدون به ومن شاور الناس شاركهم في عقولهم هذه القلوب البريئة القلوب الطيبة ينتظرها الكثير وهذا الكثير كما قال الأخ العريف على أنهم أنتم بنات المستقبل اليوم انتقلنا من مكان دراسي وودعنا مقاعد الدراسة وإن شاء الله تعالى ستدخلون الحياة من أوسع أبوابها وهذه النظرة والعقول العراقية عقول مبدعة العقل العراقي عقل ناضج بحمد الله تعالى حتى هذه المشاكل في البلد قد تزيدكم خبرة تزيدكم ألفة وهذا الجمع المنوع نحن نحرص واقعا على أن يكون هذا السلم المجتمعي أن تكون هذه الأواصر أن تكون هذه العلاقة لا تخضعوا لمشاكل غيركم يحاول أن يصدرها وتكونوا أنتم حطبا لها هذا أمر غير صحيح يكفينا ما مررنا به من مشاكل نريد الآن أن نرى الأمور بمنظار آخر بمنظار أكثر تفاؤلا وهذا لا يكون إلا بكم أبنائي أنتم ذخيرة البلد أنتم قوة البلد أنتم العنصر الطيب في هذا البلد أنتم الأمل الذي تعقد عليه كثير من المشاريع وكثير من الأفكار المنتظرة أن تحقق من قبل حضراتكم إن شاء الله تعالى طبعا أنا في هذا المكان أيضا أتوجه بالشكر للأسر الكريمة التي بذلت جهدا في سبيل أن توصل أبنائها إلى هذا المكان هنا أحب أن أستثمر هذه النقطة لعله أخواني من أهم الاستهدافات السلبية علينا هو استهداف الأسرة أنتم اليوم مشروع أسرة ومشروع الأسرة مشروع نبيل ومشروع شريف ومشروع جيد هذه الأسرة التي بذلت ما بذلت لا شك أن مستويات الأخوة ماديا متباينة يمكن الأب قد استدام في سبيل أن يوفر لك فرصة التعليم والأم يمكن أن قلصت وقلت من مأكولها في سبيل أن توفر لولدها ويمكن قد سهرت مفكرة في مصيرك اليوم أنت بحمد الله أصبحت قرة عين لهما والذي قد توفى والده استشهد والده في هذا البلد أيضا أنت قرة عين ولاحظوا النبي صلى الله عليه وآله اليتيم الأول الله تبارك وتعالى لم يجعل اليتم عيبا أما الذي استشهد فهو مفخر لنا من فيكم من أبيه أخيه قد استشهد فهذا مفخر له ولنا وهو أيضا أعطى هذه الدماء الزكية من أجل غاية من أجل هدف وهذا الهدف قد تحقق جلوسكم على مقاعد الدراسة وهمتكم الكبيرة في أن تتخرجوا ومجيئكم إلى هذا المكان هذا الهدف قد تحقق بدماء زكية طرية عزيزة علينا في أذهاننا لا مد أن نتذكر من ضحى بلا أن نعرفه ومن أعطى الدماء رخيصة ولم ينتظر منا نتيجة لكن وعينه عليكم أنه نرتقي إلى ما يمكن لنا أن نرتقي النصر حافظوا على أسركم الموجودة فعلا والتي ستتكون بالمستقبل اجعلوا هذه الأسرة هي نواة حقيقية الله تعالى سيرزقكم ذريا إن شاء الله تعالى تكون ذرية صالحة ربوها على المناهج الصحيحة ربوها على التربية الصحيحة ربوها على الفضائل ربوها على الحق أنتم المشروع الأسري المرتقب فهناك وظيفة تنتظركم وظيفة العمل من أجل البلد وهناك وظيفة أخرى وظيفة تكوين الأسرة أنا شخصيا لا أقبل وأنت لا تقبل والعرف لا يقبل أن تبدل أو يبدل تعريف الأسرة الأسرة تتكون من رجل وامرأة لا تتكون الأسرة من رجل ورجل ومن امرأة وامرأة هذه ثقافة هجينة هذا تصور خاطئ أصالتنا أخواني وحضارتنا وقيمنا وكل أعرافنا لابد أن نحافظ عليها أنتم مشروع أسر كريمة أبن الأسر وفق مناهج حقيقية مناهج تخرج لنا أولادا بررة وأولادا يحب أن يخدموا هذا الغلد أنا لا أطيل عليكم سروري أن أكون بخدمتكم وأن نلتقي بهذه النخبة الخيرة أجدد شكري لكل الأخو العزاء في العتبة الذين ما فتئوا ويبدلون الجهد بعد الآخر من أجل إنجاح هذا الاحتفال الكريم وأجدد شكري إلى الأساتذ العزاء الذين بدلوا جهودا مضنية في سبيل أن يروا أبناءهم على هذه الشاكلة وأجدد شكري لكم أيها الأبناء العزاء لما بدلتموه من جهد حتى تحصلوا على المراتب الطيبة ومن خلالكم أيضا وسلامي ودعاي إلى أسركم الكريمة التي بدلت هذا الجهد وسهرة الليالي حتى يرونكم والرحمة للشهداء الذين سقوا هذه البلاد بأنهر من دماء في سبيل أن يبقى البلد مرفوعا مرفوعا الرأس ومعافى أرانا الله تعالى فيكم كل خير بمحمد وآله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بمحمد الله على المحفظ الله على المحفظ الله على المحفظ مالك